بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر علاء الخضري ومادة العلوم درس النهاردة تدريبات على درس حركة الكواكب السؤال الأول تخير الإجابة الصحيحة تنشأ قوة نقط بين جسمين متلامسين وتسبب بطء حركة الجسم الاحتكاك الجاذبية المغناطسية الدفع الإجابة الصحيحة قوة الاحتكاك السؤال الثاني قوة الجاذبية تسبب دوران القمر حول الأرض دوران الأرض حول الشمس سقوط الأجسام نحو الأرض جميع ما سبق الإجابة الصحيحة جميع ما سبق سؤال الثالث عند زيادة كتلة القمر إلى الضعف تزداد جاذبيته يقترب من الأرض يزداد المد والجزر جميع ما سبق الإجابة الصحيحة جميع ما سبق سؤال الرابع الجاذبية نوع من أنواع القوة المادة الطاقة السرعة الإجابة الصحيحة نوع من أنواع القوة سؤال الخامس أي الأجسام التالية أكبر جاذبية القمر الأرض الشمس المشترى الإجابة الصحيحة الشمس سؤال السادس ماذا تتوقع أن يحدث لقوة الجاذبية بين الأرض والقمر عند زيادة المسافة بينهما السؤال السادس ماذا تتوقع أن يحدث لقوة الجاذبية بين الأرض والقمر عند زيادة المسافة بينهما لن تتغير قوة الجاذبية بينهما ستقل قوة الجاذبية بينهما سف يعني منعدمة ستزداد قوة الجاذبية بينهما ستقل قوة الجاذبية بينهما الإجابة الصحيحة ستقل قوة الجاذبية بينهما السؤال السابع تقل قوة الجاذبية بين جسمين عنده زيادة كتلة الجسمين زيادة المسافة بين الجسمين نقص المسافة بين الجسمين جميع ما سبق الإجابة الصحيحة زيادة المسافة بين الجسمين السؤال الثامن أي الظواهر التالية تحدث بسبب جاذبية القمر الزلازل والبراقين الرعد والبرق المد والجزر السحب والأمطار الإجابة الصحيحة المد والجزر السؤال التاسع في حالة عدم وجود مقاومة الهواء فإن الأجسام الصقيلة تصل إلى الأرض أولا الأجسام الخفيفة تصل إلى الأرض أولا الأجسام الصقيلة والخفيفة تصلان إلى الأرض معا أي منهما لن يصل إلى الأرض الإجابة الصحيحة الأجسام الصقيلة والخفيفة تصلان إلى الأرض معا السؤال العاشر أي الجمل التالية تصف الجاذبية بشكل صحيح الجاذبية توجد فقط على كوكب الأرض الجاذبية تسحب الأجسام الجاذبية تحدث بين جسمين متلامسين فقط الجاذبية تؤثر على جسم واحد فقط الإجابة الصحيحة الجاذبية تسحى بالأجسام السؤال 11 ما القوة التي تسبب سقوط قرة السلة داخل سلة القرى مقاومة الهواء الاحتكاك الجاذبية الحركة الإجابة الصحيحة الجاذبية ما تأثير مقاومة الهواء على سرعة الأجسام التي تسقط لأسفل بسبب قوة الجاذبية لا تؤثر مقاومة الهواء على سرعة الأجسام مقاومة الهواء تقلل سرعة الأجسام مقاومة الهواء تزيد سرعة الأجسام مقاومة الهواء تغير الاتجاه الذي تسقط فيه الأجسام الإجابة الصحيحة مقاومة الهواء تقلل سرعة الأجسام السؤال الثلاثر صديق حسام أخبره أن وزنه على القمر سوف يكون أقل من وزنه على الأرض في رأيك ما سبب الاختلاف وزن حسام الأرض لديها قوة جاذبية أكبر تسحب الجسم وزن حسام لن يتغير وكلام صديقه غير صحيح الأرض لديها مجال مغناطيسي أقوى من القمر القمر أكبر من الأرض ولديه جاذبية أكبر الإجابة الصحيحة الأرض لديها قوة جاذبية أكبر تسحب الجسم اخترى الإجابة الصحيحة تدور الكواكب حول الشمس في مدار بيضاوي مسلس الإجابة الصحيحة في مدار بيضاوي مركز الحركة في المجموعة الشمسية هو الأرض الشمس الإجابة الصحيحة الشمس جاذبية نقط تسبب المد والجزر في المحيطات الأرض القمر الإجابة الصحيحة القمر الجاذبية تمثل قوة نقط قوة دفع قوة سحب الإجابة الصحيحة قوة سحب يدور القمر حول الأرض بفعل قوة جاذبية الأرض الشمس الإجابة الصحيحة الأرض قوة الجاذبية تكون قوة مرئية غير مرئية الإجابة الصحيحة قوة غير مرئية عندما تتضاعف قتلة القمر نقط تأثير المد والجزر يقل يزداد الإجابة الصحيحة يزداد الشمس ومجموعة الكواتب التي تدور حولها تسمى أطوار القمر المجموعة الشمسية الإجابة الصحيحة المجموعة الشمسية يسحب المغناطيس مشابق الورق المعدنية بسبب قوة الجاذبية القوة المغناطيسية الإجابة الصحيحة القوة المغناطيسية أيهما أكبر جاذبية الأرض القمر الإجابة الصحيحة الأرض الجاذبية والاحتكاة من الأمثلة على القوة المادة الإجابة الصحيحة القوة تحتجز المظلات الهواء المتدفق إلى نقط أثناء سقوط رجل المظلات أسفل أعلى الإجابة الصحيحة أعلى تخير الإجابة الصحيحة تحدث ظاهرة المد والجزر في المحيطات بسبب جاذبية القمر جاذبية الأرض قوة الاحتكاك القوة المغناطسية الإجابة الصحيحة جاذبية القمر طائر يحلق في الهواء يكون اتجاه جاذبية الأرض لأعلى لأسفل لليمين ليس لها اتجاه الإجابة الصحيحة لأسفل الجاذبية تمثل قوة سحب دفع مرئية احتكاك الإجابة الصحيحة قوة سحب أي مما يلي يسبب زيادة قوة التجاذب بين جسمين زيادة المسافة بينهما نقص كتلتيهما زيادة كتلتيهما زيادة قوة الاحتكاك الإجابة الصحيحة زيادة كتلتيهما ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية تؤثر قوة جاذبية القمر على حركة الماء في المحيطات العبارة صحيحة تؤثر الجاذبية على سرعة دوران الكواكب حول الشمس العبارة صحيحة تجذب الأرض الأجسام لأسفل نحو مركز الأرض العبارة صحيحة تتحرك مياه الشلالات من أعلى لأسفل بفعل مقاومة الهواء العبارة خاطئة بفعل قوة الجاذبية تمثل الجاذبية قوة سحب لأعلى العبارة خاطئة تمثل الجاذبية قوة سحب لأسفل تسبب القوة المغناطسية دوران القمر حول الأرض في مدار سابق العبارة خاطئة تسبب الجاذبية الأرضية دوران القمر حول الأرض في مدار سابق توجد قوة الجاذبية بين الأجسام المتلامسة فقط العبارة خاطئة توجد قوة الجاذبية بين الأجسام المتلامسة وغير المتلامسة عند زيادة كتلة القمر تقل قوة الجاذبية العبارة خاطئة عند زيادة كتلة القمر تزداد قوة الجاذبية بزيادة المسافة بين جسمين تزداد قوة الجاذبية بينهما العبارة خاطئة تقل قوة الجاذبية بينهما تتحرك الأجسام بفعل قوة السحب أو الدفع العبارة صحيحة تدور الكواكب حول الشمس بفعل جاذبية الأرض العبارة خاطئة بفعل جاذبية الشمس يمكن للجاذبية أن تغير اتجاه حركة الجسم المتحرك في الهواء العبارة صحيحة مقاومة الهواء تسبب زيادة سرعة الجسم المتحرك العبارة خاطئة مقاومة الهواء تسبب بطء سرعة الجسم المتحرك تتأثر مقاومة الهواء بشكل وحجم الجسم المتحرك في الهواء العبارة صحيحة تحافظ قوة جاذب الشمس على مسافة سابتة بينها وبين الكواكب العبارة صحيحة إن شاء الله الدرس القادم التدريب الأول على الوحدة الرابعة المفهوم الأول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته